مشكل الغش اللي راهوا اليوم راهوا يتفاشى بصورة خطيرة لازم تكون اليد في اليد من أجل محاربته وأيضا المسوغ لازم نوصله للمستهلك بعياره الحقيقي 750 هو 18 عيار 18 حين الحمد لله اليوم العلم توصل إلى ألة حديثة وإن شاء الله سنعمل بها في الشهور القديمة تكون متناول وتود دولة تزيد ساعد في خلق أو إنشاء مخابر في جميع الولايات وهذا من أجل تحليل جميع المسوغات التي تباع عند التجار سويق رؤلنا مشكل كبير وهذا في بعض التدخلات الفجائية وفي الحواجز الأمنية هناك إجراءات لا تعود بالخير على التاجر أو الحيرفي عند حجز مصوغات لأنها تعامل بنفس المهرب نحن اليوم نلتمس من الجهات المعنية إلى أن تنظر إلى هذا الأمر وأيضا عيسى أمغشوش رئيس الجمعية الوطنية لحيرفي وتجار المجهارات هنا في ولاية السطيف من أجل عرض مشروع خاص بالقطاع المعادن الثمينة لأن القطاع اليوم يتبع القوانين الضريب غير مباشرة القوانين لليوم لا تتمشع مع القطاع ونحن هذا المشروع القانون سيعود بالفائدة أولا على الخزينة بعشر أضعاف وأيضا يعود على التاجر والحيرفي بالفائدة وإيصال المسوق إلى المواطن بعياره الحقيقي وأيضا في هذا الملتقى نقشنا بعض المشاكل التي يعاني منه القطاع أولا التصريح الضريبي الحقيقي الذي يجد محافظة الحسابات صعوبة في إعداده المالي السنوي وهذا لغياب الفواطير وأيضا نقشنا تنقل السلع بين الولايات لأننا نجد صعوبة كبيرة في التنقل وأيضا نقشنا آلية لمحاربة جميع الأشكال الغش ومنها آلية جديدة إن شاء الله سنصرح بها في الأشهر القادمة إن شاء الله وستكون في متناول جميع التجار وبهذه الآلية إن شاء الله سيصل المسوق إلى المستهلك أو الزبون بعياره الحقيقي موسيقى